مخفات الأداء، التأخر مستمر، إجازات مرضية زيادة عن اللجوم أنا بعرف أنه أنت عندك شغف بالموارد البشر فهودي يسمون سيمبلز ويبينوا أن هذا الموظف لا يشعر بالراحة النفسية وقد يكون عنده مشاكل شارلس كنت عم فكر اليوم قبل شوي أنه يمكن صلي فترة طويلة مني شايفك بتعرف نحن بحكم شغلنا يمكن وتقطع فترة ممكن ما نشوف بعض شارلس كيف هو هالفترة؟ صحيح صحيح جيمي لونغ تايم نوسي مثل ما بيقوله صارنا زمان ما تلقينا بس دائما حلو اللقاء مع الناس اللي بنحبهم مثل ما بتعرف آخر كم شهر بالسنة بيكون في كتير عجقة وبيكون في كتير تجنج بس ضروري كتير نرجع نلاقي وقت ونخصص وقت للناس بنحبهم وكمان خاصة وقت لحالنا نرجع نشرج خاصة من الناحية الجسدية والناحية النفسية هلا أنا بعرفك منيح لنصلنا تقريبا شي تسع سنين بنشتغل سوا بس ليالي ما بيعرفك حاجاري بيكون كتير مختصر وما نفوت بالأمور الجدية والتقنية شارل تو إنسان شغوف بكل شي اسمه فن فن التعلم والتعليم فن الكلمة وأهم شي فن الإنسان هذا باختصار هلا أنا شاهد على هذا الموضوع وكمان مؤخرا أنا بدي أقول لك مبروك ويمكن لازم يعيط لك دكتور تشارل ستو ريسنتلي نجحت and you were successful you obtained your doctorate and business administration هلا أنا حابب بس ألك تعارف منك يعني شخص who's already a partner بمرك he has a well established career ليش عرارت to continue your education وتحصل على your DBA حالو كتير ورجعتني للأيام الحلوة وأيام التعلم بشكل عام وتطوير الزيت بشكل خاص دائما مهمة بحياتنا إن كانت الإنسانية بشكل عام وإن كانت بمرك بشكل خاص لأنه بتعرف حياتنا كلها تعلم مستمر بدي هاكي أرجع شوية بالسنين لورا أول ما بلشت بعتشولور ديجري الوالد نصحني أعمل محمد كانت الموضوع مع الإنسان بس دفاع عن حق الإنسان بس بعد مدة وأنا غيرت مهنتي للموارد البشرية صرت أنا بحب مش بس دفع عن الإنسان وحق الإنسان صرت حب أكتر أثر بالإنسان من خلال ممارسات الموارد البشرية ولكن وقت دخلت على ميرك شفت هذا الجو يلي بساعد كتير على تطوير الزيت والتعلم المستمر وخاصة بجائحة كورونا وهذا يمكن من فوائد جائحة كورونا أنه خلتنا ننظر للأشياء المهمة وخاصة التطوير الزيت لأنه كانت نعنا مثل ما تعرف صار عندنا هايكي وقت خاص لأنه ما فيه كثير أشغال وتأثرت كثير الأشغال فأنا بهذا الوقت بالذات قررت أتحدى حالي وكمل تعليمي لدرجة الدكتوراه بإدارة العمال وكان إذا بدك التركيز على علم النفس المؤسسة هي أكتر شغف باستمرارية العلم ومثل ما بيقولوا وعاء العلم هو الوعاء الوحيد لأد محطات فيه فإنه يتسعوا بتضل فيك تحطي فيه ويضل فيك تاخد وتضل فيك تحط فيه وتضل تاخد وتضل تحس إنه بعد بدك وشي تعلمت من الجامعة هاكي جملة كتير حلوة جيمي بتقول وقت توصل وتأخذ هالدرجة اللي هي تعتبر أعلى درجة من درجات التعليم الأكاديمي بتعرف شغلي وحدة إنه ما بتعرف شي أنا وياك during that time عم بتذكرني we had a lot of conversations عن صحيح you know psychological capital هالأكيد للأشخاص يلي يمكن ما بيعرفوا كتير on what is psychological capital كيف هيك فيك تعرفنا عن هذا الموضوع ردايتني على dissertation عالطيض استفاعي الموضوع كان علم النفس المؤسسي ولكن بشكل هيك كتير مباشر وكتير محدد كان عن إذا بدك psychological capital أو رأس المال النفسي للموظفين شو يعني رأس مال نفسي باختصار هيك تمن يعني نكون كتير علميين نكون هيك موجهين للعامة هو إذا بدك mental health الصحة النفسية والعقلية طبعا الإنسان وهالسيكولوجيك المقصم لأربع أسام بيسموه hero تسموه model hero hero يعني كأنه هذا هو الشخص البطل يلي من الداخل يلي بيخليك تستمر بالحياة H يلي هي hope أو الأمل E efficacy أو الفعالية الذاتية R resilience أو إذا بدك قدرة النهوض مجدداً من أي كبوة وآخر شي عندك optimism أو التفاؤل بيقولوا أنه هادي موجودين بكل إنسان ولكن الإدارة والمؤسسات والقيادة بتقدر تنمي هذا الموضوع مثل كأنه موضوع مثل الانخراط الوظيفة بتقدر إذا بدك ممارسات معينة ومبادرات عينة بتقدر تنمي هيدا الشي ليوصل لحد عالي وهذا هو اللي إذا بدك ظهر كتير بعد جائحة كورونا صار التركيز إنه وعي المؤسسات ووعي الناس ووعي الموظفين على أهميتها الصحة العقلية للإنتاج وللاستمرارية يعني اللي بفهمه منك إنه يمكن اختيارك لهيدا الموضوع أنا بعرف إنه أنت عندك شغف بالموارد البشرية صحيح صحيح بس يمكن كمان توقيت اختيارك لهيدا الموضوع بالذات اللي علاقة بجائحة كورونا اللي يمكن قطعنا فيها وحاجة الأشخاص الأفراد الموظفين والمؤسسات لتركيز على هيدا الموضوع صحيح صحيح لأنه بتعرف هالجائحة رغم إنه عنده كتير من السلبيات من بعض الإيجابيات ودائما نحن نجرب ننظر للناحية الإيجابية للأمور على قليلة أنا على الصعيد الشخصي تبين إنه هالجائحة وعتنا على كتير الأساسيات بالحياة أشياء اللي كنا أخذينها بطريقة يعني عادية مثل مثلا كنا نوع ونطلع من البات ونروح على السوق صار تبين والله هذا شيء مهم لأنه بالهالجائحة خلتنا عاديين ببيوتنا زيت الشيء بالنسبة للصحة النفسية طبع كل العالم وخاصة طبع الموظفين بما إنه نحن عم نحكي شوية بإطار عملي تبين إنه لا وهذا أدى إنه المؤسسات صار تتركز هذا الموضوع أكتر وأكيد هذا شيء كمان أثر علي شخصيا لاختيار هذا الموضوع وكان دايما عندي شغف انتقلت من التأثير بالموظفين من الموارد البشرية لقدرة معرفة إذا بدك حاجات النفسية وإرشاد يمكن بعض الموظفين وبعض النواحل يلي بقدر إرشدهم فيها ببعض حصولي على هذه درجة الدكتورة هلأ عطول بفترة الدراسة خاصة أنه تكون فترة شوي طويلة بكون في كتير دروس ممكن الواحد يستفيد منها خاصة بالأبحاث أو الريسورت يلي بيعملها أنت شخصيا بكل هيد الفترة بعرف قداش كانت شوي طويلة عليك لأنه عم تجرب توفق بين حياتك العائلية وبين شغلك وأكيد بين دراستك شو يبعض هكي الدروس يلي ممكن تشاركنا إياها هكي بعض الدروس يلي وقت الواحد يفكر بهيدا الموضوع بيقول أوكي now I know what is psychological capital إذا بدك خلينا ننطلق للأمور العملية بالpsychological capital السيكولوجيكال هو يعني إذا بدك الرأس مال النفسي هو مثل مثل منظومي بس أنا بدي أنطلق للناحية العملية منها هالpsychological capital أو الصحة النفسية والعقلية للموظفين خلينا ناخدها بهذا الإطار إذا بدك تنقسم لأثمان أساسيا ما تستطيع المؤسسات وأصحاب العمل أنه يقدموه يقدموه للموظفين تيعلوا من هالpsychological capital أو تيهتموا أكتر بصحة العقلية والنفسية للموظفين وفيه قسم يتعلق بالموظف هو ذاته والشخص هو ذاته كيف هو بده إذا بدك يساعد بتنمية هالpsychological capital أو الرأس مال النفسي طيب على صعيد المؤسسة فيه بناء على الأبحاث بناء على المعطيات فيه كتير من الأمور اللي المؤسسات بلشت تعملها وفيه كتير أشياء منحب نحن كمان بناء على الدراسات طبعنا ننصح للمؤسسات أنه تعملها أول شيء أول شيء منبلش بأهم شيء الثقة والاحترام وقت المؤسسة تبلش تحترم الموظفين طبعا وتبلش تصير عندها ثقة ثقة بقدراتهم ثقة فيهم بتبلش تنمي لهم هالراحة النفسية الموجودة بالمؤسسة يعني إذا أنا كنت خلينا نقول مدير مؤسسة ما نعم أكيد إذا أنا كنت شخص عم مارس خلينا نقول مسؤولياتي باحترام وفي عندي مستوى عالي من الثقة للموظفين ساعتها بكون بمكان ما عم ساهم بخلينا نقول زيادة مستوى الـ ضمن مؤسسة مزبوط هيدا واحدة من النواحي يلي بتخلي هالموظف شو هو الراحة النفسية والعقلية الموظف بتبلش بأنه شعوره بالانتماء بهذا المؤسسة أنه عم يعني حدا عم توسق فيه الإدارة وعم تحترمه كإنسان هيدا أهم شي بنرجع ننتقل للتواصل التواصل الشفاف وهذا دائما نحن منعطيها نحن عن ترانسبارنسي عم نحكي عن كاسكايدنج داون الأشياء من طب تو باطم عم نحكي على المتابعة الحسيسة للموظف وأهدافه عم نحكي عن متابعته بأي مشاكل إن كانت هذه المشاكل متعلقة بالعمل أو متعلقة بالمنزل على القليلة استدراك ومعرفة ما هي الأمور الأساسية يلي ممكن تكون هذه شعائر إنه عنده مشكلة نفسية وهيدي هون منتقل للمرحلة للنقطة التالتة تدريب المؤسسات عليها تدريب الموظفين بس خاصة المدراء والمشرفين على بعض إذا بدك الأمور الأساسية يلي بتبين إنه هذا الموظف عنده مشكلة نفسية منها مشاكل المستمرة منها تغيب المستمر منها العصبية الغير مبررة فهودي يسمون مثل ما بيقولوا يعني سيمبلز يلي إنه بيبينوا إنه هذا الموظف لا يشعر بالراحة النفسية وقد يكون عنده مشاكل بالإضافة عندك التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية هون الشركات صارت عم تاخد هذا بالعين الاعتبار وعم تعطي ساعات مارينة مثلا يعني واحد ما يبلش ساعة سبعة وبدو يوشل أولاده وعنده مسؤوليات وزوش عنده عمل سو عم تعطيه من السبعة للتسعة هو ممكن يساعد زوش ويجي مرتاح أكتر نسميها ساعات راحة ضمن ساعات العمل وهي كتير الممارسة منشوفها باليابان بيعطوك ربع الساعة فيك اتنين ولو انت عم مكتبك كمان بالإضافة لل عم أوقات يأمنوا إذا بدك للموظف بعض أسليب الراحة النفسية من خلال تسجيله ببعض النوادي التمارين الرياضي المكتبية منسميها منسميها تأمين يمكن بعض الأماكن للأطفال إذا كانت المرأة تعمل هؤدي كلهم بيريحوا هالموظف وبيخليه ينتج أكتر وعندما رأت المؤسسة أنه هذا العائد على الاستثمار اللي عم بيستثمره بهيدا الرأسمال النفسي عم بيكون عنده عوائد عالية على الأداء هيدا عم بيخليهم كمان يشجعهم أكتر وأكتر يستثمره بهذا الموضوع هون حكينا تقريبا غطينا بعض النقاط الأساسية من الوجهة النظر المؤسسي فإذا المؤسسة بحد ذاتها فيها تاخد مجموعة إجراءات يمكن تعدل ببعض القوانين الداخلية تتساهم بهذا الموضوع وما في شك هيك النقطة اللي ذكرتها بحب كمان ضوي عليها شوي أنه قداش أهمية المدير المباشر بهك خلق بيئة معينة ضمن قسمه ضمن مؤسسته تكون الموظف عنده هيدا الراحة النفسية يلي عم تحكي عنها يعني مظبوط كثير من الأحيان ممكن المؤسسات تاخد بعض الإجراءات بس إذا كان المدير ما أنه مستعد ينفذها أو ما أنه مقتنع فيها يمكن أكيد لح نوصل خلينا نقول مثل حائط مسدود وحيظل الموظف حاسس بمكان ما أنه يمكن ما وصل لهالراحة النفسية يلي يمكن هو بيتمنيها ما في شك أنه في دور كبير للمؤسسة للمدرة بس كمان بعتقد بمكان ما فيه يمكن دور للموظف نفسه يعني قد ما المؤسسة تعمل وقد ما المدير كمان يبادر يمكن الشخص نفسه الموظف لازم يكون في بعض الأمور اللي فيه يعملها صح حابب اسمع منك شو تنصع مثلا two three things that come to your mind صحيح أول شي بالنسبة للمدير spot on يعني قد ما عملت أنا مبادرات قد المؤسسة حطت إذا بدك سياسات وإجراءات وحسن الموضوع منها المكافآت منها بس إذا ما أول شي هل قطعت من خلال المدير أو القائد أو المشرف مش هتوصل للموظف ها واحد هلأ ننتقل للشئة التانية متما تفضلت وإلت فيه كمان مسؤولية مش مسؤولية فقط على على مؤسسة أو على المدير فيه مسؤولية على الموظف بكمان بشكل خاص هل الموظف أول شي يبدو يبلش بشي كتير أين بتاع شو هو يا جيمي أنه يحب حاله شو بنا نسميه هادي self love الحب الذاتي من نسميه self care خلينا نقول الاهتمام بزي شو يعني الاهتمام بزي أمر كتير بسيط فيه يمكن فيلم لجوليا روبرت اسمه eat pray and love أنا بقول eat love and do sports أوكي يعني يأكل بطريقة جيدة على الوقت ما يهموا الحال وبالأكد لا الأكل المضر ولا أقلة الأكل الأكل التنين سوا عندك نوم نوم بشكل جيد خلال الليل وهيدا أوقات بيأثر على إذا بدك stress طبعا الموظف على الضغط يلي بيقع عليه وآخر شي أنه يحب يحب مين يحب الناس يحب الشركة اللي عم يشتغل فيها يحب حاله ويحب إذا بدك الجو المؤسس اللي عايش فيه وهون بنرجع أكيد بتعرف أنت موضوع أنه competency هي مألفة من هال المعرفة والمهارة والطبع هو مرتكز على شو مرتكز على قيم معينة في بعض الأوقات وهذا من قول قيم يلي أنا بعتقد فيها يلي القيم يلي هي مهمة بالنسبة لإليه ما بتكون هي زيتها أو ما بيكون فيه اتصاق أو ما بيكون فيه توافق بين القيم الشخصية والقيم المؤسسية وهون أوقات منشوف ناس حصروا على مراكز كتير عالية بالمؤسسة وعندهم يمكن كل الناس بتتمنى تكون محلهم بس ما بيكونوا ساعدين وفجأة بتحس انتركوا المؤسسة راحوا عملوا خيمة بالصحراء وعم بيربوا جمال ومبسوطين طب ليش لأنه لأحال وهيدا هو اللي عم نحكي السلف كار مهم كتير الواحد كمان يعرف حاله يعرف اتنان بدي استخدم السياسات والإجراءات والإشياء اللي عطتني هون المؤسسة تتساعدني طب هي موجودين طب إذا أنا ما رحتلهم كيف بدي أنا استفيد واحدة من الأمور مثلا سياسة الباب المفتوح طب إذا أنا عندي سياسة ولا مرة رحت المدير كيف بدي وحلل لمشكلتي صحيح أو مثلا أنا عم أفكر إذا المؤسسة عم تدعم خلينا أقول جيم ممبرشيبس إذا أنا كمان ما عم بستفيد منها وخلينا أقول تسجل بنادي رياضي كمان ما عم بستفيد من هيدا صحيح المؤسسة عملت مثلا مبادرة أنه نعمل مثلا يعني مارش صباحي وهذا المارش بيقوين التواصل بين بعضنا والكولابوريشن بين بعضنا وأنا ما ما رحت وشارك فيه وقلت أنا الشركة ما بتهدم فيه والشركة مش عم بتعملنا شي لتحسلنا الراحة النفسية تبعنا هم بكون أنا عندي كمان عندي خطأ لأنه أنا ما شركت بهذه الأمور المفتوحة ثلاثة في بعض الأمور اللي بتأمنها الشركة مثلا مثل وهذا موضوع كتير مهم الإرشاد داخل المؤسسة نسميه الـ الإرشاد هو من المبادرات الحديثة بالمؤسسات يلي بتقدم بالإضافة لطبيب مثلا بيكون بيجي كل مدة على مؤسسات الكبيرة وإذا فيه مشاكل طبية قبل ما خاصة بعد جائحة كورونا وهذا الممارس كانت حتى قبل جائحة كورونا تأمن مرشد إن كان مرشد نفسي أو مرشد عائلي أو مرشد اجتماعي عنده زيارات أو بيكون دائما مناوب في المؤسس طب هذا موجود إذا عندك مشكلة نفسية أو عندك حسات في عندك ضغط انكزايتي سترس طيب هذا موجود لماذا ما بتروح كمان وثالث للتواصل الصريح والشفاف كمان بدي أقول رأيه هالرأيه يكون أكيد مستند على معايير معينة بس الرأيه الصريح بيساعد المؤسسة تتحسن بعض الأمور الأساسية سوى الموظف يعني إذا أكيد في هال خلينا نقول هالقنوات مفتوحة أكيد الموظف يشود أسك فر هيل هي أو شي ذي شود أسك فر هيل ويكونوا مستعدين كمان يشاركوا خلينا نقول بعض همومون مع أخصائيين بهيدا المجال أو يمكن مع مضراء المباشرين صحيح يعني يمكن بهيدا الدردشة بيناتنا هلا اليوم ضمن السبيكر سكورنر اللي مبين أنه ما فينا نقول مسؤولية ال ينون مسؤولية مسؤولية هيك انفرادية لجهة دون الأخرى اللي مبين أنه المسؤولية جزء مننا على المؤسسة جزء مننا على المدراء جزء كمان مننا على الموظفين كمان يلي اللي لاحظته أنه يمكن في كتير أمور ممكن تزبط ببعض المؤسسات أو تنجح لبعض الموظفين أو ممكن بعض المدراء يأدمون بس يمكن هيدا الخلطة منا خلطة سحرية يعني مش أنه يمكن المؤسسة ممكن تقدم كلها الطروحات أو كلها الإجراءات والمدير يعمل كل هيدا الأمور عطول في هيك بعض الأساس يلي ممكن تنجح بمكان وما تنجح بمكان آخر ويتفشل بمكان آخر وهيدا دائما من أولى يعني كأنك آريا الأطروحة أو بطبيعة الحال ما في باقة تناسب الجميع تبه ما في باقة بتناسب الجميع وهون منرجع لقصة كل هيدا اللي عملنا منه نربطه كمان بشي كتير مهم لها الموظف تعليله من هيدا الراحة النفسية والعقلية وهو شوي هو كمان مكافأة الموظف إذا أدى يعني عمل واجبيته طب أنا وهيدا الموضل بنقله الأي بي سي موضل ما بعرف يعني الأي بي سي أول شي عندك أنت المؤسسة واجبيتها تحطها السياسات والإجراءات وتعطي إذا بدك التولز المناسبين ليقدر هالموظف يلجأ لهم أنت يقدر إذا عنده أي مشكلة عقلية أو نفسية بذات الوقت هالموظف هون دور الموظف يعمل السلوكية المناسبة للاستخدام هذه الموارد المتاحة طيب تالت شي طب إذا واستخدامهم وتحسن أدائهم طب أنا كمان بده أربطهم بالمكافأة أنا بقول الاختصار ولا توصل الفكرة هيك بشكل مبسط هالمكافأة ما فيها تكون زيت المكافأة لكل الناس لأنه كل واحد يحب مكافأة بشي في عندك لفلز بالمؤسسة في عندك مستويات في عندك ناس في عندها تفضيلات غير عن ناس آخرين بس أهم ما شي منقول في عندك ثلاث عناصر أساسية للمكافأة واحد أنا بسميهم the now the wow and the sure now يعني هلأ طب بدي أعطي المكافأة بدي أعطيها بالوقت المناسب the wow بدي تخلق هذا العنصر المفاجأة الإيجابية مش السلبية أو هون هون هيدا هون أساس بعلم النفس المؤسسة تعرف كيف تخلي هالموظف يقول wow طب كيف تخلي وهون بدك تكون تعرف موظفك بدك تكون عامل إذا بدك تبحث عنه بدك تبعث له بعض الاستبيانات اللي معرفة ما يحب بدك تعرف هالمستوى تبعه شو بيفضل الأمور المادية والغير المادية ولا الكمبينايشن بتوين بشان هايك مثلا بشركات الاتصالات بتلاقي في عندك باقات في ناس عندهم باقة هيدا الاتصال المحلي في عندك باقة الاتصال الدولي في عندك الباقة اللي بتكون المكسير بين اثنين في عندك باقة بس فيها data سو أنت بدك تعرف وهون ما في شي يعني fits all بدك تعمل trial and error تبعك تأخير شي توصل لمكان معين تكون عم ترضي كل فئة من هالفئات وهيدا كمان بيأثر كتير على الصحة نفسية لأنه بحس الموظف حاله أنه المؤسسة عملت جهد تتخليه مبسط بالهدية مثل ما أنت وقت زوجتك بدك تهديه هدية بتصير أنت تعمل أبحاث وتسأل وإما وإخر شي تتجيب لهدية تكون مبسوطة فيها لأنه إذا جبت له هدية ما هتكون مبسوط فيها هتتنين بر لكن أنا هلأ أنت وعم بعض هيدا الأمور كيف ممكن لمؤسسة خلي سياسات أو إجراءات بما يخص للسيكولوجيك الكابيتل هل هنا أي نحن أكيد منعرف أنه فيه خلي نجاتف امباكت أكيد المؤسسات الموظفين عطعين بظرف معين أكيد الأداء هيكون منخفض هيدا خلي نقول نتايش بس شو هي علمات الإنظار أن المؤسسة لازم تهتم بهذا الموضوع حال كتير لك دائما دائما عصعيد المؤسسة بيبين عنا بعض الأمور يلي منقدر نقيس وحدة منهم انخفاض الأداء لا يمكن أنه موظف يكون سعيد ويكون عنده راحة نفسية وعقلية ويكون أداء منخفض بده يكون منخفض عنده مشكلة هلأ هالمشكلة دائما نحن بتعرف وقت يكون فيه انخفاض بالأداء المؤسسة بتدخل بتدخل من خلال الآليات العادية هالآليات العادية شو هي هي يا كوتشنج يا ترينينج بس أوقات نحن نصطدم بالحاقة أنه منلاقي هذا المشكلة هي مشكلة من مشكلة تأداء مشكلة نفسية أو مشكلة شخصية وهون بيبلش شغل عمل المرشد يلي بده يعرف هالمشكلة شو هي إذا مشكلة نفسية إذا مشكلة اجتماعية إذا مشكلة عائلية وزوجية أمر آخر ولكن هذه الشعائر الأشياء اللي ممكن نستشفها هي نخفضة الأداء تأخر مستمر إجازات مرضية زيادة عن الزوم إجازات عرضية وقته واحد بيقلك أنا ولاك راسم عم بعورني وبيجي في أوقات استرس وردود فعل عدوانية مفرطة أمور نسيان متكرر مثل أخطاء مستمرة أخطاء مستمرة ونسيان متكرر هؤلاء يسمون شعائر لازم نحن نواجههم بالتدخل المباشر على القليلة للإصغاء لهذا الموظف وتوجيه للمكان المناسب وهو نصيحتي لكل المدرأ وكل القاض وكل المشرفين إنه إذا أنا عندي مشكلة حسات إنه هالمشكلة ليست مشكلة تقنية ومشكلة إداء أرجوكم لا تحاولوا حلها لأنه ممكن يعني يكون هناك سوء عن عدم معرفة ويدر أوقات الموظف ويدر أوقات المؤسسة ويدر أوقات الأمور يمكن يدره شخصيا وجسديا لأنه هذه الأمور منتركها للخبراء والخبراء هون يا متخصصي العلم النفس المؤسسي يا منسميهم الكاؤنسلر يا يلي دارسين علم نفس السريري أو علم نفس العام ضروري نوجه هذه الأشخاص يعني مثلا الواحد بتكون بالتانو الأحيان نيتو صادق أو سليم بس إذا ما كان عنده الاختصاص بالموضوع يمكن النتيجة النهائية تكون سلبية أكثر ما تكون إيجابية أنا شارلز يعني عطول الدردش معك هيك إلا حاليها خليني أقول بدي أتشكرك على المعلومات موضوع شيق ضمن هيد البودكاست قدرنا نضوي على الأساسيات من تعريفنا للسايكولوجيك الكابيتل مسؤوليات المؤسسة المدرة والموظفين وأنا بدي أتمنى لك كل الخير وبتمنى أشوفك أرجع بالقريب العائجي شكرا جيمي أنا كتير مبساط بهالبودكاست هكي دردش من القلب للقلب وإن شاء الله يكونوا المستمعين ومشاهدين استفادوا ولو شوي ولو عظي فكرة واحدة بيكون وصلنا حقنا وهذا أساس الفتكر البودكاست وفكرته يلي أنشئت عليها نهارك سعيد نهارك أسعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة